موسيقى موسيقى أولا في ما يخص اليوم وهذا اليوم دينا انتراك رسمية ديال التمدرس في وضع عقادة الأطفال هذا أول شيء ولكن رغم ذاك شيء نهرا كانت هذه واحد الأسبوع ولا عشرة أيام وماشي كانوا خدمين الوليدات وكذلك الأطور التربية والخادمة الطبية وشبه الطبيية هذا الطقب كله كان خدم فيما يخص أين وصلت المشاكل اللي كانت ولي كانت على أساسها ووقفات احتجاجية ولذا تمنا من خاطر أين بقيش تعود اليوم كان واحد اللي قام مع الوزارة التنمية الاجتماعية مع السيدة الوزيرة ومعلمه ديال العام ديال الطعام وكاسب العام واحد مجموعة ديال التقم ديال الوزارة خدوا الملف بجدية نقول هالك بكل صدق أنه خدوا الملف ديالنا ودير جمعيات ماشي غير ديال أعلم جموع على الصعيد الوطني أول حاجة اللي هي كانت إيجابية بالنسبة لنا نحنا هو رفع الدعم ذلك الدعم ترفع زادوا في قيمة ديره كان شروط اللي كانوا هنا كان بالنسبة لنا نحنا يعني كانت أشغل نقول لي كانت غير قانونية بعض الشروط اللي كانوا تيديرهم يمكن عود غيره شي حاجة وفي ذلك اللي قال مسنا أنه سيد الوزيرة والمدير العام عنوطلي عندهم أحد الإرادة أنه هاد الملف هذا هاد الواقفات وهذا الشي ما بقاش بغومي يعبدو وبنسبة لنا نحنا كانت مناسبة باش بينا لهم علاش الواقفات والأزمة اللي كينا والمشاكل اللي كينا ولكن هاد الشي هما سيقول لك بدي ذاك شي داز لي داز داز مع الحكومة السابقة لأنها سبب هذه المشاكل كلها داز مع الوزيرة أنا عندي لقينا أنهم عندهم إرادة في هذا الشي وبانت وانا رأي شي تنقل هذا الشي لا غادي خلصوني أبدا ولكن هذا الواقع الإنسان ما تكون إلا مشكرش واحد لإنسان ولما هزش به كذلك في الخدمة على أنه وبانت الخدمة غادي يكون أنا تنفق راضي اليوم تنحيهم على المبادرة وعلى الإصغاء وكذلك على وعلى الوقت يد من الملف بجدية ماشي باللعب ديال الدرالي إذن أتنشكرهم من البر ونتنتمنى أنه الأهلية جعلنا لهم الواقفات احتجاجية والبلاد كله إن شاء الله رحمه من ربغاء الخير إن شاء الله رحمه بكل صدق في بنتي بأن اليوم فرحانة جد مصرورة لدرجة أنها تقبل من الوقت ديالها من البارح ويتدقوا يوم دراسة مدراسة وفاقت غير سمعت صنغي أنها تقبل من الوقت ديالها نايدا فرحانة هي كتوجد في الحويجات هي فرحانة واحد الفرحانة ما تتصورش ونحن نقول لك هذه المؤسسة راهية المتنفس ديالهم نحن نحمد الله ونشكره للاقيين هذه الجمعية اللي محتضناهم ومهتمين بهم لمن ناحية الطبيب لمن ناحية الدريس لمن ناحية تغذية مهم ديري لهم سويفي من عزاد كان وحد كان وحد التفاؤل اللي جاي وكان واحد احنا فرحانة بأنه كان واحد الاهتمام كبير إن شاء الله وكان واحد الخير لهاد الوليدات جاي إن شاء الله كيف ما كتشوفوا اليوم غير البداية ديال الدخول المدراسي شتو كيفاش كانت الوليدات كل شي فرحان كل شي بحلا عندهم شي عرس بحلا عندهم شي عشان قوليك ما كرتصورش الداخل ديالهم ربي العالم به وزياد على هاد شيت احنا رحنا فرحانين احنا كأباء رحنا لاننا عدنا ميدار عدنا كل واحد عنده اهتمامات وعنده كل واحد عنده اشغال دياله ماليك نجيبوهم هاد الهالجمعية عدنا واحد الامان عدنا واحد طمأنينة فيها بحلا دارهم تانية وخيار اكتر من دارهم تانية وحلتهم بحلا مابقاش عندهم ذاك الامل في خصوم لانه يجتمعوه يلعبوه كي ناشطينه هادو ومالي قلسوا جاتهم بحلا قولي ارتابكو ولكن مالي اليوم كنت دخول المدراسة رمو فرحانين ورجعتلي ذاك الالفرحة وذاك الصرور ورجعتلي مومر ورجعتلي نحناية وحنا كنتمنى وان شاء الله يكون خير لهذه الوليدات لانه مومر ملائكة الرحمن اليوم دخول المدراسة احنا فرحانين فرحانين بزاف والوليداتنا تاما فرحانين انا كندويلك على التجربة دي الولدي اليوم فرحان نايد من صنص تصبح وكيقول يوم دراسة عارف راسه اليوم رغيدخول كيوجد حوج دياله كيحطم حدا عارف اليوم ركينا مدراسة فرحان هو يعد مدراسة أحسلي من الدار يبقى يغوات في مدراسة كيبشي مرتاح كيبشي واكل شارب نضاف كيما كنجبو كردوم كيما كان جيبو كردوم زعم مكين تشي إشكال والدي في المدراسة اما لي كانت عدو سبع سنين من سبع سنين اوه فيها دابا عنده 31 عام اوه كيبغين مدراسة كتر كيبغين مدراسة اكتر كيبغين مربين ديالو كتر مني انا عنده مدراسة شي حاجة عنده كي يبغيها كي يحبها وخاوة ما كيهدرش ولكن كي عبر والدي عنده الإعاقة الدهنية عنده الإعاقة الدهنية العميقة مشييك الخفيفة ما كيفهمش وما كيهدرش عنده كلمات متقطعين مشي كيستمر ولكن كينفهمو شنو كيقول ولكن في المدير ديالو المربين ديالو كيفيفهموه كيقولوا لي ها أنتي لأمين تقلق شنو كتديري لي لأمين كان فرحان شنو كنديري لي ولكن عندك شي موشكي الكيفش تفايداه معا آمين المهم هما كي يعطوني معلومات باش أنا وليت هم الي كي يعطوني معلومات باش نتمشى مع ولدي والحمد لله نجحنا فادي له هم ولينا الحمد لله حيث آمين كان كيغوت كان فيه أحد الغوت كيبقي غووت وبقىوا معا بخدموا معا خدموا معها أتاولا الحمد لله مزيان اشتركوا في القناة